أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤكدا استعداد مصر لتوفير كل الإمكانات اللازمة لعقد الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي 2024 والذي سوف تستضيفه مصر خلال لقائه مدير المكتب الإقليمي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشرق الأوسط والدول العربية استعرض مدبولي رئاسة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قب 27 في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والاستعدادات الجارية في هذا الشأن وتترك الاجتماع إلى رهود التنمية الحضرية المستدامة ودور مصر الريادي في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بما في ذلك العمل على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المتعلقة بمكافحة الفقر في عدد من المناطق وفي مقدمتها صعيد مصر وتنفيذ السياسة الحضرية الوطنية وإصدار السندات الخضراء